السلام عليك الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر كما سماه الله تبارك وتعالى وهو من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى وعند المؤمنين ومن أعظم فضائله أنه تجتمع فيه أمهات العبادات من توحيد الله سبحانه وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ومن الصلاة وهي صلاة العيد وغيرها من الصلوات في هذا اليوم ومن النحر وقد قرن الله سبحانه وتعالى بين هذه العبادات في آيات منها قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ونحري قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ومنها قول الله جل وعلا فصل لربك وانحر ودلت هذه الآيات على أنه كما أن الصلاة عبادة لا ينبغي صرفها إلا لله فصل لربك وليس لغيره دلت الآيات على أن هناك عبادات أو أن كل العبادات لا ينبغي أن تصرف إلا لله كما أن الصلاة لله لأن الله تعالى قال فصل لربك وانحر أي لربك فمن صلى لله أشرك بالله فمن صلى لغير الله تعالى أشرك بالله ومن ذبح أو نحر لغير الله كمن يذبح للأموات وللقباب والقبور والأضرحة وللأولياء والصالحين فقد عبد أيضاً غير الله وأشرك بالله وتجتمع في هذا اليوم أيضاً من أمهات العبادات رمي الجمرة بالنسبة للحجاج وحلق رؤوسهم بالنسبة لهم ونحرهم لهديهم بالنسبة لهم ونحرنا لأضاحينا بالنسبة لنا فهذا من أعظم الأيام عند الله حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القر ويوم القر اليوم الحادي عشر من ذي الحجة وهو يوم غد وكل هذه الأيام ذبح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح فيجوز لك أن تذبح في اليوم الأول وأن تذبح في ثلاثة أيام بعد اليوم الأول بشرط ألا تغيب شمس اليوم الثالث الذي بعد اليوم الأول فكلها ذبح وكلها أطحية ومن شروط الأطحية ألا تكون مريضة بيّنة مرضها وأن لا تكون هزيلة بيّن هزالها وأن لا تكون عوراء بيّن في عورها وأن لا تكون عرجاء بيّنة في عرجها وكلما كانت جميلة سمينة متينة فهي عند الله سبحانه وتعالى أعظم في الأجر والثواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال ومن أعظم شروط ذبح الأطحية أن تذبح لله وأن تكون نيتك خالصة لله بأن لا تكون عادة من العادات لا تكون عادة لأننا ولدنا من أبوين مسلمين ويذبحان فنحن نذبح لا وإنما عبادة لله كما أن الصلاة عبادة لله سبحانه وتعالى وتبتغي بها الأجر والثواب ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ويستحبوا أن تتصدق منها للفقراء والمساكين وأن تهدي منها للأصدقاء والأقربين ومما ينبغي التذكير به في هذا اليوم المبارك الأمر بتوحيد الله وتصحيح العقيدة في ذات الله تبارك وتعالى لأنك ما صليت إلا لتتقرب إلى الله وما ذبحت إلا لذات وما صمت رمضان إلا لتتقرب إلى الله إلى آخرية من العبادات هناك بعض الناس بل أكثرهم كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون مشركون أكثر الناس اليوم يشركون بالله سبحانه وتعالى وقد يستغرب الناس لهذه الآية ولكن إذا نظرت إلى الواقع القريب المشاهد فيزول العجب لأن من الناس من يدعو الموتى ويستغيث بهم ويستعين بهم من دون الله عز وجل فهذا لا صلاة لهم بل لا إسلام له ولا دين ولا زكاة له ولا حج ولا صيام ولا ذبح ولا أطحي ولا غير ذلك لأن الشرك محبط لجميع الأعمال الصالحة قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ففي بلادنا هذه من يستغيث بالموتى بل ويذبح لهم وقد قال الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الذي تدعوه من الموتى ومن الصالحين أو الطالحين أو الأولياء تدعوه من دون الله قال الله عز وجل من لا يستجيب له إلى يوم القيامة لا يستجيب لك إلى يوم القيامة ولا يملك لك نفعاً ولا ضرّاً حتى لو كان صالحاً أو ولياً لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عمه ابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك ولو اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء لن يضرّوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك رُفعت الأقلام وجفّت الصحف من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حُشر الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين فكل من دعا غير الله فقد عبد غير الله وأشرك بالله وهذا من أعظم ما يذكر به المؤمنون في هذا اليوم وسائر الأيام لأن الأئمة والشيوخ والعلماء الذين لا يتكلمون في هذا التوحيد وينهون الناس عن الشرق هؤلاء غششة وجهلة وسيسألهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة لأنه ما من نبي ولا رسول إلا دعا الناس إلى هذا التوحيد ونهاهم عن ذلك الشرق ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واتنبوا الطاغوت وما أكثر الطواغيت اليوم من الناس من يدعو الناس إلى عبادته فيقول في متحته وهذا سوداني في نظر الناس ولي كبير وشيخ عظيم ومن أحفاد رسول الله كما كذب وزعم منهم يقول إنا بخضب في البلاد نزيله قل لا تقل يا الله لا تقل يا الله ولا تستغيث بالله قال إنا بخضب في البلاد نزيله قل يا ولي الله إسماعيل قضب الوصال الكردفاني الذي قد خصه من ربه التبجيل ومنهم من هؤلاء المشايخ للطرق في بلادنا في بلادنا وإن شئت أحضرت لك الكتاب وسميت لك اسمه وصفحة الكتاب قال وإن كنت في هم وغم فقل يا ليس يا الله فقل يا مرغني أنجيك من كل شدته وإذا لم يكن هذا هو الشرك فليس هناك شركا إذا لم يكن هذا هو الكفر فليس هناك كفرا لأنه دعاك إلى أن تدعوه وتستغيث به من دون الله وقد قال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فالاستغاثة والاستعانة والدعاء تكون لله سبحانه وتعالى بل من هؤلاء أهل الطرق اليوم في بلادنا ولا تذهب بعيدا في بلادنا من يقول أنا الشاكر المشكور أي هو الله يدعي أنه هو الله أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي وقد قال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تعصوها قال شكرا بنعمتي أنا وليس الله هذا هو الشرك قال أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري أنا الواحد أي هو الله أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة هذا الكلام أهم من الكلام في الأطحية والذبح لأنك والله لو ذبحت مليار أطحية مليار أطحية وكانت من أنفس الإبل واعتقدت هذه العقائد التي عند هذه الطرق الموجودة عندنا في السودان فإن الله لا يقبل منك صرفا ولا عدلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين هل هناك أوضح من هذا القرآن؟ هل هناك أوضح من هذه الآيات الصاطعات البينات الواضحات ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون ومن الشركيات الموجودة اليوم ما يسمى بتعليق الحجبات والتمائم وهي عند الرجال والنساء يعلقونها في البيوت حفظا من العين وحفظا من العارض وحفظا من الأمراض وحفظا من الجن والشياطين وهذه الحجبات أو التمائم ما يصنعها إلا الشياطين شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ذخرف القول غرورة كما قال الله عز وجل والذين يكتبونها من المشايخ يسمون فكية وأولية ومشايخ طرق وأشراف سمهم ما شئته ما هؤلاء في تسميتهم في الإسلام إلا كهان وعرافون قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والتعذر النساء من الذهاب إلى هؤلاء الشيوخ أهل الطرق الصوفية وغيرهم الذين يخدعون الرجال والنساء يقولون للنساء أنا أهب الذرية أنا الذي أهب الذرية وأنا الذي أعطيك الولد والذرية عند الله ليست عند الشيخ أو غيره من الدجاجلة والعرافين والكهان قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يعني الله الله وحده لا شريك له يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما أخيرا وصية إلى الشباب الالتزام بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهي وصية إلى الكبار رجالا ونساء وألا يأتوا بالبدع في دين الله لأن الدين قد اكتمل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال الإمام مالك رحمه الله فما لم يكن يومئذ دينا لن يكون اليوم دينا لن يكون اليوم دينا فليس هناك بدع في هذا الإسلام من عيد المولد ومن الأذكار المبتدعة ومن ما يسمى بالمدائح التي يتراقص فيها أصحابها ويقفزون إلى أعلى ثم إلى أسفل ويمنة ويسرة والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه كل هذا باطل لا علاقة له بالإسلام ولا بالقرآن ولا بالسنة ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم لا من قريب ولا من بعيد وكل من تعبد لله ببدعه ما ازداد من الله إلا بعدها كما قال السلب الصالح النساء عليهن بالحجار وعليهن أن لا يتبرجن قال الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائكم خير نسائكم المواسية المواتية إذا اتقين الله وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم اللهم صلي وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا نرحمكم الله جميعا وتصافعوا وتعانقوا وتعافوا فيما بينكم فمن عفى وأصلح فأجروا على الله والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وجزاكم الله خيرا ضحوا ضحاياكم تقبل الله منا ومنكم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده وخليله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة